طيب أستأذلك نبتدي بقى بمنتخبنا والمشاركة في أمم إفريقيا ومتطمن حاطة إيدك على قلبك شايف خير مش شايف حاجة إيه الدنيا لا لازم نطمن منتخب مصر واحد من أفضل منتخبات في القرى حتى لو بنكلم على التصنيف الحالي نحن رقم 6 لو بنكلم كتصنيف يعني رقمي سيلك بالتصنيف خلينا بالليد تشوفت الفترة اللي فاتت اللي أنا شوفت الفترة اللي فاتت يعني يخلينا ما بين الاطمئنان والقلق أيها ما نقدم ما نقلقش قوي وما نتطمنش قوي لازم نبقى في حذر يبقى في تركيز شديد كل المنتخبات مستعدة فيه ظروف واضحة أنه هي هتبقى طريقة لكل المنتخبات طبعا زي ما بنسمع مثلا منتخب المغرب فجأة تقارير تقول 15 إصابة تقارير تقول 6 إصابات فأنت تخيل أنت تصحى من النوم يقول لك أنت الفريق بتاعك نصه مش معانا نصه مش موجود فالدنيا بتختلف فلازم الكل يبقى مركز الكل عامل حسابه أنه هو في أي وقت هو اللي هيبقى لعب رقم واحد طبعا الاستعداد في البطولة العربية كان جزء كبير أن كيروش بيشوف اللعيبة اللي هي القوام اللي موجود من الدوري المحلي اللي هو يقدر يستعين بيهم مع المحترفين من المفترض أنه وصل للتوليفة اللي هي في دماغه طبعا كل الناس المفروض لأنه طبعا لأنه هو حتى في المؤتمر وهل اللعيبة اللي في التوليفة اللي في دماغه تعتقد هيرعبه كلهم في مركزه يعني هو أكيد لما اختار التوليفة دي هو اختارها بناءا على الطريقة اللي هيطبقها يعني هو راجل من الناس اللي بيبقى عنده طريقة لعب بيحب ينفذها وكمان هو بياخد اللعيبة واضح حتى من اختياراته اللعيبة اللي بيجيد اللعبة في أكتر من مركز يعني شفنا مثلا احنا متعودين على شكل معين لأيمن أشرف سواء كان مع فيلر أو مع مستر بيتسو موسماني مستر بيتسو موسماني كمان كان بيخليه ساعات في الطريقة الجديدة اللي فيها ثلاثة وراء ساعات بيبقى هو الباك ليفت ومعلول بيضم فالنهاردة مع كيروش شفناه في دقايق قبل إصابته طبعا في أحد مباراة كأس العرب اعتقد كيات الجزائر شفناه في مركز الهاف ليفت في الثلاثة دول فهو واخد لعيبة يقدر يشكلهم ويقدروا يلعبوا في أكتر من مركز هو المشكلة كلها اللي فيه القلق كله على الثلاثة اللي هيبقوا في نص الملعب مين هيلعبوا ازاي الطريقة عاملة ازاي هي دي كلها لكن يعني بنسبة تسعة وتسعين في المية حراسة المرمى معروفة الدفاع معروف الهجوم معروف لو مفيش لقدر الله طبعا في السلاح هي الحاجة الوحيدة اللي معروفة ومتأكدين منها هي حراسة المرمى غير لو حتشوفوا فجاءات كمان في الملابك من البطرة الجاي صعب طبعا يعني نتمنى طبعا السلامة لكل اللعيبان ما نتمنىش ان حد يجيلوا اي اصابة ولكن هو الشناوي حاليا هو رقم واحد طبعا بنتمنى ان شاء الله ان كابتن محمد ابو جبل يلحق بالبعثة بعد ان شاء الله ما يتم شفاء من فيروس كورونا ويبقى موجود لان مهم جدا برضو ان حتى لو الحارس الاول عندك موجود ان يبقى الحارس التاني عندك موجود وبنفس الكفاءة لان هي منافسة في الاخر لصالح المنتخب لكن لا احنا اعتقد ان خط الدفاع ما فيوش جدال يعني لو هنتكلم على الاسامي هي فتوح و حجازي و الوينش و اكرم بمناسبة الاسامي بقى ما تقولينا بالمرة يعني اسماء التشكيل المثالي من وجهة نظرك يعني وفقا للقايمة اللي هو واخدها دي هو الشناوي فتوح في الباكليفت اكرم توفيق في الباكرايت الاتنين المساكين الوينش و حجازي عنده التلاتة هي زي ما قلت لك المشكلة او اللغة دايما هيبقى في التلاتة في نصف الملعب النني اكيد هيبقى موجود كمحترف طالما سليم عمر السلية و طبعا لو سليم لان طبعا هو لسه في مرحلة التأهيل فلا هنفترض ان عمر السلية يفضل حتى لتدريبات بشكل منفرد بالضبط لو عمر السلية سليم فاعتقد ان نني والسلية هيبقوا موجودين وهيبقى دايما الخلاف على مين رقم ثلاثة هل حمدي فتحي عشان يقدي دور لعب رقم ستة والليبرو المتقدم ولا هو عايز حد بمهام هجومية برضو على اساس يبقى موجود عبدالله السعيد او احمد سيد زيزو هو تقريبا التوليف الوحيد اللي بيقدر يلعب رقم ستة في المجموعة الواخدة دي هو حمدي فتحي الباقي كله متنوع اللي هو تمانية و بيهاجب زي امام عشور مهند لاشين السلية يعني هي دي الفكرة فهو نني والسلية لو ان شاء الله نقول السلية سليم مين رقم ثلاثة دا دا اللي يبقى عليه الخلاف ولكني اشوف الاقرب يبقى حمدي فتحي بحيث يبقى فيه توازن يعني التلاتة اللي قدام عمر مرموش محمد صلاح ومصطفى محمد دول التلاتة اكثر جاهزية يمكن تريزيجي لسه راجع من فترة طويلة اصابة طويلة لكن هو شارك مع فريقه في الدور الانجليزي ولكن اعتقد يعني هم دول التلاتة اللي يبقوا اقرب ان هم لو كل حاجة ان شاء الله سليمة في القايمة يبقى هم ده التشكيل الاقرب اللي يبقى بيكيروش مباراة نيجيريا يعني طب تعتقد لو تريزيجي لعب هيلعب مكان مرموش ولا ممكن المكان يتغير الاقرب انه يبقى ما كان مرموش الا لو كيروش عنده برضه فكرة ان هو حاجة تخص المهاجم الوهم ان صلاح هو اللي يبقى الشادو سترايكر ويلعب بمرموش وصلاح وممكن يلعب بتريزيجي يعني يلعب بالتلاتة دول سواء في البداية او في اي وقت من المباراة لكن اعتقد النسبة اكبر ان مرموش هو اللي رجله شوية في الملعب عنه تريزيجي وكيروش شافه اكتر من مرة هو العيد مميز هو احد اكتشافات كيروش فا اعتقد الاقرب ان هو اللي يبتدي يعني هو اختياره كمان في المقام الاول طبعا يعني هو اول واحد وصق في اول واحد قدمه للجمهور كان مفاجئ لينا بس المفاجئة كانت حلوة كانت مفاجئة حلوة شوفنا ما يرضينا على الآل بالزبط لا لا كان لعب مطشين ليبيا بشكل كويس حظه كان وحش في المعسكر لبعضه بسبب الاصابة ولكن هو لعب مباشر صغير في السن لو خد فرصة اكيد يعني هيبقى مميز جدا ومصر تحتاج النوعية دي في المكان ده اشتركوا في القناة